في المسألة رقم 2 أدهم قم بيقارن بين ارتفاعات القسبان الرملية في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء بالمتر فكتب المعادلة اللي موجودة قدامنا دي 27 متر ناقص 18 متر بيساوي X هنا بيسألني عن الحرف X بيمثل A أنا هسيب لك وقت تفكروا وتختاروا الإجابات الصح ولما نرجع هنتناقش في الحل مع بعض أكيد معظمكم لاحظ أن المسألة دي بتشبه المسألة اللي موجودة في جزء استكشف لأن المطلوب هنا مقارنة ارتفاعات القسبان الرملية زي ما كانت مريم بتقارن بين طول الخليجين وكمان المعادلة فيها علامة طرح واللي بتعتبر تمثيل لكلمة الفرق يبقى حرف X هنا بيدل على الفرق بين أطول وأقصر اتنين من الكسبان الرملية والإجابة دي هنلاقيها في رقم G بقى الإجابات مش منطقية لأن لو بصنا مثلا للإجابة ألف الإجابة ألف بتتكلم عن ارتفاع واحد وده مش منطقي الإجابة بها بتتكلم عن مجموعة وده طبعا عكس اللي بتدل عليه علامة الطرح أو رمز الطرح اللي موجود بين العددين هنا في المعادلة بتاعتنا فبالتالي الاختيار ده غلط أما الاختيار ده بيتكلم عن المسافة بين أطول وأقصر أو المسافة بين الكسبان وده مش المقصود اللي عندنا في المعادلة تعالوا نروح للمسألة رقم 3 بيقول لنا أن فرح عرفت أن مجموع ارتفاع اتنين من الكسبان الرملية هو 46 متر وأن ارتفاع واحد من الاتنين كان 18.25 من 100 متر طيب إيه المعادلة اللي ممكن فرح تكتبها علشان تعرف الارتفاع المجهول زي ما قلنا في المسألة رقم واحد إن المعادلة ممكن نكتبها بأكتر من شكل فممكن نفكر إن الارتفاع الأول 18.25 من 100 لو زاد بقيمة X هيبقى الناتج 46 متر اللي هو مجموع الارتفاعين وده هنلاقيه في الاختيار ألف اللي هو ده 18.25 من 100 زاد X بيساوي 46 أو ممكن نقول بطريقة تانية إن الفرق بين مجموع الارتفاعين اللي هو 46 وبين الارتفاع الأول اللي هو 18.25 من 100 هو قيمة الـ X بمعنى إن العدد 46 لو نقصنا منه قيمة الـ X هيدينا 18.25 من 100 وده هنلاقيه موجود في الاختيار جيم 46 ناقص 18.25 من 100 بيساوي X طيب الفرق بين مجموع الارتفاعين اللي هو 46 وبين قيمة X هيكون 18.25 من 100 بس المعادلة دي مش موجودة في الاختيارات ولإن العدد 46 ده بيمثل مجموع الارتفاعين وإن العددين بيعتبروا جزء منه يبقى ما ينفعش نجمع واحد منهم على العدد 46 وده هنلاقيه في الاختيار به فبالتالي الاختيار به ده اختيار خطأ ولا يكون واحد منهم بيمثل المطروح منه زي الاختيار دال اللي هو الـ X جابها في الأول الـ X 18.25 يدينا 46 شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن